بسم الله والحمد لله وصلاة والسلام وعلى رسول الله المبعوث رحمة المهدى اهلا بكم احنا اول اسبوع وفي اول اسبوع مع بعض بنبقى مليانين سعادة وسرور لان احنا هنكلم اصحاب السعادة هنكلم اصحاب السعادة اللي مقبلين على الزواج واللي كمان مقبلين على تجديد زواجهم وعشان كده لازم نكون في غاية السرور وفي غاية السعادة النهاردة هنكمل مشوارنا مع اصحاب السعادة هنكمل مشوارنا معهم وحنا هنتكلم عن مهارة مهمة جدا جدا مهارة هي مهارة اساسية لازم تكون موجودة عند الزوجين وبالاخص الزوج الزوج اه والاخص الزوج مش معنى كده ان هي متبقاش موجودة عند الزوجة لا بالعكس كمان وجودة عند الزوجة مهمة جدا 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 المهارة دي بتضمن للزوجين حياة مليئة بالمواد والرحم بالود واللطف والجمال ليه طيب؟ لأنها مهارة بتعمل ايه؟ بتخفف، مهارة بتشيل، مهارة بتخلي الإنسان أحسن بتخلي مزاجه رائع، بتخلي حاله أوسع، بتخلي صدره منشرح وبتحافظ على علاقات من خطر التراكم كنت عارفين أن التراكم ده أكتر حاجة تموت العلاقة تحتها المهارة دي يا سيدي هي المبادرة بتطيب الخاطر أن يبادر شريك الحياة بتطيب خاطر شريك حياته أيوة الشعور اللي عندكم ده يريد هو ده هو ده ده الشعور اللي بيخلينا بنكلم على المهارة دي من بدري واحد يقولي طب أنت هتقولي الكلام ده للمقبينة عزاجة أنهم يطيبوا خاطر شريك حياتهم طب ما أنت كده بتفترض أن الناس هتبقى منهم مشاكل لا هذا مش افتراض الافتراض الأساسي أن الحياة هي الحياة فإحنا عارفين أن ما فيش بيت بيخلوا من الخلافات والاختلافات وخاصة في وجهات النظر يبقى إحنا مش بنقول ده كأحد زي ما بيقولوا إن البلاء موقلهم بالمنطق يبنجيب المشكلات لا 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 خالص ده احنا بنقول يا ناس لازم تكونوا متزنين وعارفين إن الحياة فيها سنن ومن سنن الحياة الاختلاف في وجهات النظر فممكن ده در درجة إن اختلاف في وجهات النظر ممكن يكون في العلاقات شيء صحي بشرط إن الزوجين يعرفوا يديروا الخلافات والاختلافات دي عشان تثمر تنوع وتثمر قيمة مضافة مع كل واحد فيه ولذلك تطيب الخاطر مهارة مهمة بتخلي الزوجين يقدروا يديروا علاقتهم وخلافاتهم بس لازم كمان تطيب الخاطر يتعمل بمنبدرة وبسرعة وما ننتظرش ما ننتظرش لغاية ما تطيب الخاطر لما ييجي يبقى ولا يساوي أي حاجة تطيب الخاطر عامل بالضبط زي الجرح اللي لو ما لاحقناهش وعالجناه بشكل واضح بيسيب أثر بيسيب ندوب بنسيب حاجات بتعلم في قلب الشخص بعد حدوث أي خلاف ما بين الزوجين بيكون كل واحد منهم منتظر إن شريكه هو اللي يبتدي بالصلح وبتطيب الخاطر وبالذات الست بتكون حاسة إن الخلافات ليه بقى بالذات الست ركزوا شوي لأن الست بتحس إن الخلافات والمشاكل بتهدد شرع بالأمان مع جزا وبتخاف إن حبه مع المشكلات يل فبتكون منتظرة سرعة تطيب الخاطر كتديل على إنه لسه بيحبها زي ما كان فتشعر بالأمان وتشعر إن الخطر إنه قلبه يتغير زال وأظن تخلي تعالوا نتأمل كده أظن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال للسيدة عائشة إن مثل حبك يا عائشة في قلبي كمثل العقدة وكانت من وقت من وقت للتاني السيدة عائشة كان بتسأل ما كيف حال العقدة يا رسول الله فرسول الله كان بيجبر خطرة ويقولها إن حال العقدة كما هي يا عائشة وكمان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيعلمنا حاجة مهمة جدا عشان يأكد لنا على مهار التطيب الخاطر زي ما حصل في حديث سيدنا أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرضوا هذا ويعرضوا هذا وخيرهم الذي يبدأوا بالسلام فإحنا هنا مهمة أو أول الناس متصورين إيه أني عيبتدي خيرهم الذي يبدأوا بالسلام بعد التلات أيام لا 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 خالص ده خيرهم الذي يبدأوا بالسلام من الأول يعني حصل الخلاف فأول ما شافوا قالوا السلام عليكم فطيب خطره أنهم ازعلان منه آه يعني ده مش خيرهم الذي يبدأوا بالسلام بعد التلات أيام لا ده خيرهم الذي يبدأوا بالسلام من أول لحظة فإحنا لازم نفهم أن الأخلاق دي مش بس بنتعامل فيها مع الزمايل وأصدقاء والناس في الشارع ده أول حد نتعامل به بالأخلاق دي أهل البيت وعشان كده لازم نعرف أن مهارة المبادرة والسرعة في تطييب الخاطر تندرج تحت خيرهما خيرهما الذي يبدأوا بالسلام خيرهما الذي يبدأوا بجبر الخاطر اللي بيكون عنده فرصة أن يشوف ليه طيب خيرهما الذي يبدأوا بالسلام لأنه هو الذي يفتح الخير على نفسه وعلى شريك حياته يبقى هو لما يبدأ بالسلام ويبدأ بتطييب الخاطر إيه اللي حصل؟ إيه اللي هيحصل؟ هيفتح أبواب الخير على قلبه وعلى قلب زوجته أو على قلبها وعلى قلب زوجها وعينه بيبقى تطييب الخاطر هنا بيبقى دوة معنى الخير إنه خد سواب إنه فتح باب الخير وفي نفس الوقت هو كمان ده حلوة الخير فتلاقيه هو كمان بيعمل فتلاقيه بقى شريك الحياة ابتدى بقى هو يعمل اللي يقدر عليه عشان يراضيه ما هو خلاص لما بدر وطيب خطره اشترى وده فهو كمان يشتري خطره وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيحب السيدة عائشة وكان عارف طبعه وإحنا كتير قوي تكلمنا عن ده بس شوف حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل إشكال في إشكال يتعلق بالسيدة عائشة قال لا تحدثوني عن عائشة فإني لا أتيني الوحي إلا وأنا في حجرها يا سلام على تطيب الخطر تطيب خطر في حتة تانية خالص من حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيخلي السيدة عائشة في أمان حسى إن إيه وعشان كده إحنا دايما بيقول أن تطيب الخطر مش لازم يكون في خلاف ما بين الزجين ممكن تطيب الخطر ده على فكرة لأزمة مر بها شريك الحياة أو حس إن هو في وضع مش طبيعي فيجي إيجي طيب خطره حتى لو خلاف مع مامتها حتى لو خلاف مع أبوه تيجي هي الطيب خطره بتبقى في حتة تانية خالص بعض الأزواج بيكون تييل عليهم مسألة المبادرة لأن ده شايفين إن هو ده بيخلي زوجته تحس إن هي إن هو مش راجل معاه وإنه ضعيف عشان بيحباه وبعض الزوجات بتخاف من المبادرة عشان بتقول مش عاوزا يتعود على كده ولازم أبقى تييلة عشان يعرف إن زعلي مش بالساهل يا سيدة تطيب الخطر ده لو أنتوا عشانين مسألة القوة يعني القوة مش دايماً بتكون في قد إيه بتخلي اللي قدامك مووع القوة في إنك قد إيه تشيل وجعل اللي قدامك هي دي القوة القوة اللي أنت تقدر تتغلب على نفسك زي ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس القويه بالسرعة ولكن القويه من يملكه نفسه عند الغضب وشوف عشان تعرف أثر تطيب الخطر كعب بن مالك قصته مشهورة في تخلفه عن غزو التبوك وإزاي فضل مستني لغاية ما ينزل الوحي رسول الله سماء أرجعهم لغاية ما ينزل الوحي بقبول توبته فييه بيقول إنه لما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الصحابة ذهبوا يهنقوا بالتوبة بس هو أنا فكر واحد منهم بس إيه اللي حصل بيقول إنه لما دخل لرسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة بتهني مين اللي قام قام سيدنا طلح فإيه اللي حصل فقابله كان جالس مع حضرة النبي فقام فإيه فسلم عليه هو جالس مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا طلح بن عبيد الله فبيقول لك فهروا لحتى صافحني وهنأني والله ما قام رجل من المهاجرين غيره ما فيش حد أمغر سيدنا طلح فسيدنا كعب بن مالك بيقول إيه فكان كعب لا ينساها لطلح فالحديث إن كعب ما كانش ينسا دلطح ليه عشان جبر بخطره آه مجري عليه وهناب التوبة حاجة مهمة جدا إيه بقى اللي إحنا نأمله عشان نقدر نتعلم المهارة المهمة دي اللي هي مهارة إيه مهارة مبدرة لتطيب خطر شركة حياة إن أنا ألاحظة أبقى عندي ملاحظة لمعرفة الأوقات اللي بيكون شريك الحياة محتاج لتطيب خطر فيها زي أوقات الزعل، أوقات الاحتياج، أوقات الكرب، أوقات الاكتئاب مهم جداً جداً في أوقات كده بيحصل اكتئاب للمرأة بدي محتاجة حد يتطب عليه حد يقول لها كلمة حلوة فهنا لازم الأوقات دي أبقى أنا أعرفها وإيه اللي بيحصل؟ بيباني عليهم بياخدوا جنبه وبيسكتوا ويقل المرح عندهم فده مؤشر إن فيه مشكلة ومحتاج لتطيب الخطر يبقى أول حاجة بسرعة أبقى أعرف إمتى الأوقات دي يبقى أول حاجة أعرف الأوقات اللي ممكن يكون فيها شريك الحياة محتاج لتطيب الخطر حاجة تانية دي ملاحظة يبقى أنا أكون منتبه على فكرة بمناسبة يعني إحنا قبل كده اتكلمنا على مسألة التركيز الزواجي من غير تركيز الشخص مش هيقدر يعيش عيشها هنية مع زوجته الزوجة مش هيقدر تعيش عيشها هنية مع زوجة إحنا عايشين بلا دماغ بلا تركيز فإن اللي حاصل؟ فبتقول أنا بعمل كل حاجة بس هؤوما إحنا مش بركزين إحنا لازم نركز دي حياتنا لكن كل واحد فينا قاعد مستني ما بيبادرش وعشان كده بعد ما يلاحظ الأوقات اللي هي محتاجة لتطيب الخطر فيها وبعد ما بتلاحظ هي الأوقات اللي هو محتاجة لتطيب الخطر فيها يسارع بالتطمين والتأكيد على دعمه يعني إيه؟ يعني يوم مش هي جاي يقول لها والله أنا جاي طيب خطرك بلاش الكلام بالطريقة دي ولا هي تجيت والله والله أنا جاي أخط بخطرك إيه يا سنتم ولا الكلام مش كده لكن إيه اللي حاصل؟ أنا في ظهرك يا حبيب ولا همة الكلام بقى اللي هو إيه؟ اللي وصلنا إلى نتيجة تطيب الخطر حقك علي أنا محبش أشوفك زعلان حقك علي أنا سديني أنا مش أفضل جنبك سديني أنا يعني سمحيني لو كنت ديقتك أنا أفضل دايما جنبك ولو انفعلت أنا آسف جدا جدا بسرعة يعني إيه اللي يحصل؟ على طول ما نستناش مش الخسام ياخد يومين؟ لا ياخد دقيقتين سنيتين كل ما كان ده سريع كل ما ده أخد بركة فخيرهما يحصل الخير كتير ونعد المشكلة وإيه اللي حاصل؟ وما تشيريش هم أنا جنبك كل ده كلام يخليه يوصلنا إلى مسألة التجربة الخاصة الحياة الثالثة وده مهم جدا جدا أنه التلامس بس التلامس بلغة اللي حاصل في الوقت ده بيبقى التلامس بلغة الاعتذار بلغة الاحتواء بلغة على فكرة أنا محتاج لك وإن تقوله أنا محتاج لك التلامس دي لغات طريقة التلامس الاحتضان وطريقة التقبيل كل الكلام ده بقيت لي لغة فالستة في أوقات كتيرة بينتهي كل غضبها وضئها لما زوجها يحتضنها بتخرس كل حاجة عشان بتشعر بالأمان اللي هو انخفاضه بالأساس بيسبب لها مشاكل تانية خالص وعشان كده الزوج لازم يشعر لما زوجته تحتضنه مثلا إنه بتعمل ايه؟ بتحاول توصله إلى مسألة إنه بتصمحه وبتقدره يبقى لي اتنين لازم يحسوا بده الحياة الرابعة بقى إن أنا من أهم أدوات تطيب الخاطر إن أنا أذكر محسن شريك الحياة عشان أبث يعني أخليه حس بالثقة ودي حاجة مهمة جدا 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 لأنه لما بيتعرض الإنسان للمشاكل أو لما حد بيهاجمه أو لما حد بيتعصب على التاني بيشعر إن سقطه بنفسه بتعتز وبتجي له أفكار سيئة جدا 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 إن هم يمارس العنف معه شريك حياته اللي مارس معه العنف لكن لما ييجي يقوله إنت على فكرة إنت إمتك في حياتي أنا حياتي من غيرك لا تساوي شيء إنت ركن حياتي سيبك من العصابية بتاعتي أنا بتعصب بس عشان أنا محتاجي لك فأنت ما تعرفش إمتك في حياتي قد إيه حاجة مفيش بعد كده ودي من أهم خطوات تطييب الخاطر رقم خمسة بقى في مسألة تطييب الخاطر وده شيء مهم جدا إن كل واحد فينا يعمل حاجة مهمة جدا جدا إنه لازم يدعي لي ويذكره بمدد ربنا إن احنا والله عندنا خير كتير وربنا مستيبنا ولازم يبقى عندنا ثقة بالله سبحانه وتعالى وكله هيعدي وما تخافش مهما كانت المشكلة ما احنا قلنا التطييب الخاطر مش لازم يكون بمشكلة ما بين الزوجين لظرف بنمر به فلازم يعمل إيه يدعي له ويقوله كله هيعدي والله ما فيه حاجة وإحنا ياما مرينا وسبحانه وتعالى رزقنا كتير إحنا في نعمة إحنا في نعمة وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيخلينا أحسن وأحسن وأحسن سادس حاجة بقى في خطوات خطوات كمان تطييب الخاطر وده شيء مهم إن احنا نغير الحال لما بنخرجش مع بعض نخرج نتنزه ننزل نشتري حاجة مع بعض ننزل نشتري حلويات ننزل نشتري حاجة بيحبها شرك الحياة نغير الوقت وآخر حاجة لازم نعملها وبشكل واضح في مسألة تطييب الخاطر التوقف التام عن التذكير بأي حاجة لها علاقة بكسر الخاطر ما نرجعش للمشكلات والنقشة مرة تانية بدعوة تصفية النفوس بلاش هذي الطريقة وهذا الأسلوب السمج اللي هي فكرة تصفية النفوس لا وده مش بيزا أنا لم أرى إن ده يصف النفوس أبدا هذا يعكر النفوس إحنا نتكلم في الحل ما نتكلمش أبدا في إيه في الأمر ده طب إيه اللي ممكن يساعدنا إن احنا نعمل ده دايما يبقى عندنا حاجة بنتضرب عليها طول الوقت عشان نتعود إيه بسهل علينا التطييب الخاطر إيه اللي نعمله عشان يبقى سهل علينا التطييب الخاطر ثلاث حاجات أول حاجة أذكر دائما أذكر تقيمة شرك حياتي بحبي لي وبإن أنا داعم له طول الوقت أعمل الكلام ده على الأقل لتلات أربع مرات خمس مرات في اليوم أعمل كده ما زهقش هو على فكرة هيبقى مبسوط التاني حاجة أتجنب مسببات كسر الخاطر لما حد ييجي يقول للتاني الكلام ده بيدايقني بيدايقني يعني بيكسر خاطري الكلام ده ما بحبوش يبقى الكلام ده أتجنبه خالص لازم طول الوقت كمان أحس الشريك الحياة إنه هو معايا في عباتي أقول له أنا بدعيلك بدعيلك في الفطار أنا وصائب بدعيلك في سجودي لازم كل واحد فينا يقول للتاني ده إن ده هيشد عزمه ويخليه في أحسن حال يا سادة مبادرة بتطيب الخاطر ده إيه اللي حاصل كل من يجبر خاطر إنسان الله سبحانه وتعالى يخرج له الأنوار من خزائن الرحمن وإذا أنت سرعت في تطيب خاطر زوجتك وإذا أنت سرعت في تطيب خاطر زوجك سترى في بيتك من البركة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يا رب إحنا مش بس بنطيب الخاطر عشان نتجنب المخاطر إحنا بنطيب خاطر أحبابنا عشان تجل النواظر وكل واحد فينا يرزق بأن يكون لك ناظر اللهم إننا نسألك أن تكرمنا وأن تسعدنا سعادة ليس بعدها سعادة لأننا كنا سببا لإسعاد أحبابنا يا رب العالمين بعض الفاصل يا سادة نرجع لحضراتكم ونتلقى أسئلتكم عشان نجيب عليها ولكن بعض الفاصل رجعنا لحضراتكم معانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم ببركة وبنخصص لها وقت عشان نجيب عليها وكمان معانا أسئلتكم ببركة على الهواء ومعانا أول سؤال أستاذة فاتن أستاذة فاتن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لازم أسمع عايزك تدعي دعوة المرتخوية بس ربنا يكرم عني عاملة عملية حجل مجهل إن شاء الله ربنا يكرمها ويرزقها بالزرورية الصالحة هي أخوكي وإن شاء الله ربنا يجعلها في خير صحة وفي خير عافية وإن شاء الله يسعدهم بالنور والبركة ويسعدهم بالولد الصالح إن شاء الله يا رب العالمين طيب شكرا أستاذة فاتن إن شاء الله ربنا يكرمك أهلا وسهلا بحضرتك مستاذة إيمان السلام عليكم وعليكم السلام راح أطلع بكاته استفضلي يا شيخ أنا كنت عايزة أخذ رأي حضرتك الحاجة اللي هي حرام أم حلال اتفضلي يا سيدة أنا عندي بنتين أنا عندي بنتين وكنت على أمل يعني من فضل من عند ربنا إن يجي لي ولد فلما حملت الحملة الثالث ده فأنا فكرت إنه يطلع ولد فما طلاش ولد فرجعت اتخلقت بالعياض يعني كده أنا زعلت ربنا مني بس أنا استغفرت وعدت أقول سمحني رب ده حاجة غلط أحبعت فيها ولا إيه بالضبط ده انفعال انفعال حدث ليكي من غير إرادتك وإن شاء الله سبحانه وتعالى ماشي وأنا أقول لك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيانة وما استكروه عليه وفي رواية وما حدثت بيها أنفسه فاللي حصل لك ده وات ده انفعال انت ما كنتش تقدر تبنعيه فحصل لك ده فخلاص انت استغفرت ربنا سبحانه وتعالى ورجعت إليه وقريت بده وإن شاء الله انت دلوقتي جالك بنت تلتة انت خلاص كده دخل زي ما بيقولوا كده بالتعريف في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إذا ربنا رزق حد بثلاثة من البنات فأحسن تعليمهن وأدبهن كانوا له حجابا من النار فأنت عندك وعد من الله سبحانه وتعالى وعندك بشرة من الله سبحانه وتعالى اني بنده للمباركات ان شاء الله يكونوا حجابا لك من النار فاسعدي وفرحي فخلاص انت خلاص تبتي إلى الله واستغفرت ربنا ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكرمك ويفتح عليك ان شاء الله نعم أستاذ محمود يتفضل أستاذ محمود السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور عمر أهلا وسهلا والله يا دكتور أنا جزاك الله ألف خير على حضرتك بتعمله للشباب والبنات المتجوزين من قلبي الله يكرمك أنا قابلت حضرك شخصيا وتصورت معاك وكنت عن حضرك في دار الإفتة جزاك الله بجد يعني فرحتي ان انا بكلم حضرتك والله على رأسي على رأسي ربنا يزيدك الله يزيدك ألف خير وكل شيء تعمله في ميزان حسنات حضرتك الله يحفظك يا سيدي ما تحرمش سؤالي بس يعني سريعا ربنا رضائني ببنت الله أكبر وسميتها مريم الحمد لله نعم وفضل الحمد لله اللهم لك يا حد الحمد وشكري يا رب فكنت ايه الحاجات اللي عملها على أساس يعني ربنا يبنت اتولدت اتولدت امت انت خلاص سمتها اول سنة انت عملتها انت سمتها تاني سنة تاني سنة التسمية دي بصراحة جات لك برؤية جات لك برؤية ولا باي بصراحة يعني كنا بنشغل احنا ازاعة كريم على طول فكتعة طول سورة العمران وسورة ستة مريم فسبحانا انتبشر لنهم خلاص ان شاء الله حجلنا مريم توكلنا على الله بص يا سيدي اول حاجة اول ما يجي المولود اولا بنتهاره كده وننظفه وبعد كده اول حاجة بنؤذن في اذنه اليومنا ونقيم الصلاة في اذنه اليسر وبعد كده بقى عندنا شوية حاجات عندنا شوية حاجات في الايام التالية اول من الحاجات اللي احنا نعمل له العقيقة في اليوم السابع او في مضاعفات اليوم السابع الحاجة التانية ان احنا كمان نحرق شعر رأسه ونتصدق بمثلية بوزنها فضة او ذهب احنا ليه بنقول ليه بنقول كده عشان يبقى فيه شيء بيساوي مش هو لازم يتحرق شعره لا مش لازم يتحرق شعره انا ممكن اقدر واتصدق بذهب بس احنا ليه بنقول يتصدق بمثل شعره ذهبا او فضة عشان يبقى فيه معيار شيء منه هو احنا حطناه عشان نتصدق به وبعد كده عندنا التسمية وانت سميتها الحمد لله ربنا ان شاء الله يبارك لك يبقى انت فضلك العقيقة وفضلك كمان التصدق لو اردت ده وربنا ان شاء الله يمسع عليك ويبارك لك ويجعلكم ان شاء الله في خير حال واستاذ سيد من القاهرة يتفضل اه 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 ازيك ازيك نعمة وفضل الحمد لله ازيك حاجزي سلام عليكم فضل ونعمة الحمد لله احبك في الله وانا كمان والله يا حبيب الله يخليه وتعيد اتسأل سؤال كده كده بفضل اخوانينا في غزة ده ليهم حق علينا ولا ولا ومش ليهم حق علينا واقولك حققهم علينا دلوقتي حال بص يا سيدي حق اخوانينا في غزة ان احنا نساعدهم المسلم واخو المسلم لا يسلمه ولا يخزله ومن نصرتهم ان احنا نرفع عنهم ما هم فيه من رفعنا ما هم فيه كل اللي بيتعمل الان على ارض الواقع في بلدنا هو دوت اللي احنا نستطيع ان احنا نقدمه ان احنا نساعدهم بان احنا نرسل الى المعونات ان احنا كمان نساعدهم في كل ما يتعلق بالاشياء الطبية اللي بتحصل لهم ان احنا نساعدهم في كل ما يتعلق بالحفاظ على موهجهم كل دوت احنا بنعمله ان احنا نسعى ان ده ما يتكرارش على كل الاطراف نسعى ان نحافظ عليهم ونبعد عليهم ان احنا نتماسك لان احنا خط الدفاع الاول ليهم لان تماسك هذه البلد تماسك مصر ده من اهم معاني انا اقول لكم حاجة تماسك مصر وحفاظ مصر على قوتها احد اهم خطوط حماية البيت المقدس اعيد الكلام مرة تانية تماسك مصر وعلى الله سبحانه وتعالى جعل البشرى التي بشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل مصر هذا لحماية المقدسات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاتخذوا منهم جندا كثيفة ليه رسول الله لانهم في رباط والناس اللي بيرابطوا عند البيت المقدس اسمه ايه بيرابطوا يبقى المصريين بيتماسكهم هم مرابطين عشان يفضل هذه القوة رادعة رادعة لأي حد يخطر على باله انه يتجاوز الخطوط اللي هو يخلي الشعب يباد لا اهلنا في فلسطين ما حدش يقدر يبيده ولا حد يقدر يميع قيدهم ولا حد يقدر ينهي قضيتهم بان هو يخرجهم من ارضهم هيفضلوا في ارضهم وهنفضل نسعدهم وده وتمعناه ايه؟ ان احنا بنقوم بدورنا بما نستطيع ان نقوم به لكن هي مش عركة هي مش عركة دي شعوب لازم تعيش وتعيش فيها تنمية وتعيش فيها حياة فده كله لازم نرعيه لازم نكون وعيين لكل تفاصيل ان المسألة مش النهاردة المسألة حياة فاحنا لازم نفكر بان احنا بنفكر في حياتهم مش بنفكر في ايه؟ في لحظة ليهم لا بنفكر في حياة مستمرة يحصل فيها تنمية لهذا الشعب تعالوا نفكر ازاي ننمي حياة اخوانا في فلسطين وهذا هو المعنى الاساسي الذي نستطيع ان نساعدهم فيه ام ام نادة ام نادة تتفضل المسألة نور ازاي حضرتك يا فامد المعمل ايه؟ فضل ونعمل حمد لله ازاي حضرتك يا دكتور احنا فخرين بحضرتك الله الله يرضى عنك ويبارك فيك انا فخرين بك والبرنامج الرائع ده وكالترخيرك يعود لك في ميزان حسناتك ان شاء الله يا رب ويجعله ده في ميزان حسناتنا جميعا ان شاء الله يا رب يا رب ويبقى ويبقى البرنامج كده واللقاءات بتاعتنا وكلامنا بقى برنامج جميل وهادف وبتنصح الازواج والزوجات وربنا يبارك لك يا رب ان شاء الله ربنا يجعلنا على الحال ده وتنبقى يأتي البرنامج ده وتشاهدا لنا يوم القيامة ليه ولكم ان شاء الله ان شاء الله باذن الله انا بستأذن حضراتك ممكن اقول لك بقى مشكلتي انا ايه اتفضل يا مونادة انا دلوقتي جزفينتي منحها انها تيجي عندي مم وبقى انا يعني من شهر ثمانية من السنة دي السنة اللي فاتت يعني احنا دلوقتي وانا تعداني وانا تعداني وانا تعداني وانا تعداني عندي سبعين سنة ومريضة ويمنح عني ومنح عني احفاتي ثلاث سنين ثلاث سنين وبشوفهمت سنو ادي ايه يا مونادة سنو ادي ايه هو اكبر منها باربعة ترسل سنة سنو كم سنو حاجة واربعين سنة حاجة واربعين سنة خيسة واربعين تلاتة واربعين كده انا 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 ما عملنا له اش حاجة وانا رحت لغاية والده والده عايش وقلت له خلي ابنك يتقل لابد انتي ويضربها ويغنى ويستمع يستمع بأهلها انا اقولك الحكاية يا مونادة انا اقولك الحكاية اهدي بالك بس واحنا متعلمين ورقيين طيب ومتربيين ايه يا مدينة كده اقولك ليه بس دلوقتي تعالي صلى على النبي بس وهدي بالك وانا ادعيلك ان ربنا يصلح الحال بس انا هقولك الايه اولا اللي انت بتعمله ده يا سيدي العزيز انا بكلم دلوقتي ايه زوج بنت امنا ده اللي انت بتعمله ده حرام لا يجوز لك ان انت تمنع امرأة عن زيارة امها لان انت كده بتمنعها من طاعة ولا يجوز من طاعة هل يجوز ان الرجل يمنع امرأته من الصلاة لا حرام لا يجوز للرجل ان يمنع امرأته من بر الوالدين خلصنا خلصنا انا مش عايز اقولك ان القانون منظم الكلام ده يعني ايه لو راحت للقاضي وقالت له يا قاضي المسلمين الرجل ده ما بيودينيش لامه هيحكم عليك ان انت توديها لامه لامه ده مش حقك يا ابني انت بتتلاعب بشرع الله اما انت بقى يا مناده بتسأليني كده ليه عشان جوزتوا بنتكم لحد اكبر من امر 14 سنة فهو شايف ان هو عيلتها شايف ان هو ابوها امها شايف ان هو ملكها فهو عيلتها هو ابوها اللي ربيها يقول لها تعملي ايه وما تعمليش ايه فهي طبعا شخصية مستقلة انت بتقول ايه كل كلمة بيقولها اي حد من احباب المشاهدين انا بخطوة احللة انا اجب تعرشات زواجي فانا كل كلمة بتتقال بتتحط في التحليل فانت لما قلت احنا ناس متعلمين فبنتك مستقلة فوجاي الوحدة بيقولها انا ابوك وانا املكك وانا ربيك وانا اخذك وتبقى ايه بقى تبقى بدل عندهم اولاد وهو متجاوزها فالاولاد ديت ايه اللي حاصل فهو دلوقتي هو ملكها فعايز يربيها وهو اتجاوزها اصغر منه عشان ايه اللي حاصل يربيها على اديه فهو بيعتبرها ايه انت بتقوله احفادي بقالي ثلاث سنين يعني بمعادلة بسيطة هم متجاوزين بقالهم عشر سنين مثلا فا ايه اللي حاصل فهي بنتك متجاوزة وهي عندها كذا وعشرين سنة فهو خدها اصغر منه عشان يربيها على اديه فهو دلوقتي بيربيها بيربيها ان ولأها وانتماءها يكون ليه هو يا جماعة والله دي علاقات كده احنا علاقة حب التملك دي علاقة مسمومة احنا عبيد لله ان انت تفضل طول حياتك كل همك ان الست دي ما تعرفش حد تاني غيرك تموه ربنا هيسألك هيسألك عن شرعه اللي انت بتبطله عن قلبها اللي انت بتكسره عن ولادك اللي انت بتشوههم وتقطع جزرهم فعشان كده مش هينفع عشان كده لازم تنتقل الله سبحانه وتعالى واللي انت بتعمله دهات ما يصحش وما يرضيش ربنا يا سادة احنا عايزين نتقل الله سبحانه وتعالى لان الله سبحانه وتعالى جعل هذه القلوب ملك له والذي يتعدى على القلوب يتعدى على الرب سبحانه وتعالى فاتقوا الله في قلوب الناس واتقوا الله في اعراض الناس محدش تكلم في امها عشان يقطع ولأها ليه فيقول لها امك دي كذا وكذا نتقل الله سبحانه وتعالى لان نتقل الله سبحانه وتعالى هي التي تجعل لنا مخرجا وما يتقل الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب يلا نتوكل على الله ونقل قلوبنا وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا في خير حال يا سادة احنا النهاردة تكلمنا عن تطيب الخواطر ارجوكم بالله عليكم كل واحد الان لو كسر خطر حد لو انت كسر خطر زوجك هو حتى لو هو مش في البيت ارفع سمعت التلفون وكبر خطره وانت لو كسر خطر زوجتك احتضنها لان هي في الحقيقة ما لهاش غيرك ما تخلاش ترجع لأي حد تاني وعرف ان احتضانك ليها واحتوائك ليها من اعظم الطاعات لان انت ساعتها هتكون كمان عملت بواسية رسول الله استوصوا بالنساء خير يا رب اجعلنا دايما في حماك واجعلنا في رضاك واجعل لنا مددا يا رب العالمين اجعلنا بابا من السعدي وبابا من الامان على احبابنا املأ بيوتنا يا ربنا بالمودة والرحمة والطمأنينة واملأ قلوبنا بالسكينة حتى نؤمن من حولنا ارزقنا فضلك يا رب العالمين واجعلنا امانا واجعلنا فتحا واجعلنا سعة وسرورا يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين